كنوز الدراما خطوة خطوة نوصل أحمد مهار السوق بعد الوقت ملكنا إحنا وبس إسلام فارس مين يقدر يقول للمعلم بتاعه لا إبراهيم كمال عدوا لتنين خلاص وبكرة تسمع عن قدورة ونعمة اللي ما سمعتهوش محمد عناني ياه هي حصلت يا نعمة مين كان يسدق نعمة تضحي بولادها عشان الفلوس مديحة حنفي البني آدم ما يملاش عنه غير التراب والطمع وعدم الردب اللي ربنا أسمهوله ما لي قلبه محمد ابدا فرقه الأمل موجود ورحمة ربنا كبيرة قيس عبد الفتاح الطريق إلى النجاة دأليف محمود فرج إخراج يسري علي قلت يا نعمة مش ترد علي أرد أقول إيه يعني أروح اشعر رفني خلاص مدام قلت كده يبقى أروح اروح مش ترعي حين يا نعمة ولا هتفضلي سباني لايس بالشكل ده هو أنا قلت لأ يا قدورة بس برضو لازم تكوني عارفة كل اللي حقول لولدك شوف يا قدور مدام انت جاهز ومستعد مش هيقول لأه يعني متأكد ويوح ولله متأكد بس انت أتك العلى أنا مش هاي المعاكل خمسمية جني wert هم معاي بس مش هيكاف ما أنا لسه برضو في جيب studying غير راح يعيديني زي يوم لما لما اتقاهل إينت لسه فاكر المعل ما بوا الرجال ايه فيها انت الراجل عمري متخلى عني دا بيعتبرني الراجل الأولاني عنده آه كلام ايه ولا لو ما كنت الصياد بصحيح ما كان فكر فيه يا نعمة الرجل شغل كل الصيادين اللي كانوا بيظهروا على شغل فلانشاته الجديدة على طول الانفوش على كل حال حشوف انا الولادة هكون عند الوالد الرئيس شدي وانا ما اعتمد على الله وعليكي بسد الحسن شوفوا يا رجال ايوه يا رئيس ايوه ايوه احنا معاك رئيس معاك رئيس ورجالة ربنا بقى وسع علينا وزودنا الانشات بقى اتناشر هذا العشرة والبركة فيكم بقى يعني انتاجنا بعد كده لازم يبقى ضاعف الانتاج القديم ان شاء الله ما نشعيز الرئيس السماحي ولا الرئيس صنطاوي ولا حمودة يبقى لهم وزن قدامنا السوق بقى دلوقتي ملكنا احنا وبس ان شاء الله رئيس ام الرجالة ان شاء الله ان شاء الله دلوقتي بقى على بركة الله ايوه كل واحد فيكم ان كان ليه حساب قديم يقبضوا ومن صباحية ربنا على اللنشات وانا بقى زي ما انتو عارفين ليه نظرية وتأدير لكل اللي ربنا ياخد بقدهم ويوصلوا باللنشات اللي في دماغي يا رب هاي استبيعنا استبيعنا رئيس استبيعنا استبيعنا هادورة هادورة ايوه يا رئيس ايوه يا رجالة تحت امرك تعال انا عايزك خير ان شاء الله انا اشتريت لنش جديد حطه جنب مركب الريس عويس عارفها ايوه عارفها طبعا ده روح تدوره وتقول لي سوي كام وحلته ايه كمان وادي المفاتيحة ايه من عناي يا رئيس ويا سيدي عزيزة بقى عايزة تتفسح في اللنش ده ايه قلت ايه اهلا بيها يا رئيس على عين وراسي تنفي بيها كده كم لفة يعني ايوه ساعة ولا نص ساعة وبعد انت رجحها على طول على البيت حاضر من عناي يا رئيس وهي جاهزة يا عزيزة عزيزة ايوه يا بخ تعالي انت مش عايزة تجرب اللنش الجديد بتقولي ايوه يا بخ اهو بقى الرئيس قدورة رح ياخذي كيفة الساحك بس ما تغيبوش عارف عارف يا بخ يالله تفضلوا مع السلامة اللنش ده جميل يا رئيس قدورة البركة في الرئيس والرجال جاو جميل كمان ومدام حضرتك اللنش لازم يبقى كده ويبقى تمام بإذن الله اهوه قولي يا أدورة خدامك يا سهاني ما بلاش ستة هاني ندي بقى اهوه قولي قولي يا عزيزة كده على طول اعمرك يا ستة عزيزة اييه اهوه تهاني اهوه اهوه بشيء بيرادت ربنا يعني خططته ولا لسه لسه يعني لما يقوني الأوان ويشاربوني انت بتحبها اه طابعا مش معنى يعني نعمة اللي اخترتها دونا عن كل بنات الأنفوش حب الاسمه والنصيب بقى عزيزة هانم وهي بتحبك طابعا عرفت منين انها بتحبت عزي هانم نعمة عشرة طويلة اه ووالدة الله رحمه كان صاحب أبوها الروح بالروح قبل ما ربنا يختار هو والدك الله يرحمه كان موافق على انك تخطوبها ده هو اللي دليني عليها كان بيقول انها زي بيت تمام وهو اللي كان مربيها وعارف عنها كل حاجة كان داما نقول البيت زى حدة البرلانة ياه دي بيتة السهل كل اللي بتقولوا عليها يا قدورة صحيح وحضرتك مش برضو اتخططي اه انا عرفت من السيادين ان الأستاذ جلالي مسافر برا هو صاحب النصيب بقى ده صحيح بس زى ما تقول كده انا لسه لي الحق في الخيار اللي انا عايزاه لغاية دلوقتي وعمري بابا ما غصب علي حد معي يعني جايز لفضيه اه طبعا نرفض بس دول بيقولوا انه مدرس غني قوي وهي السعادة يا قدورة بفلوس يا ريتني يا ريتني كنت زى نعمة والله ده انا ونعمة فقرة ولا نملكش ايها حاجة مش لسه بقولك ان السعادة مش بالفلوس يا قدورة كل اللي اقدر اقوله لك ربنا يوفق انت رحت فين الصبح كان عندي شغل 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 ولا بتتفسح مع عزيزة بنت المعلم في اللانش ده المعلم حب يجرب اللانش الجديد قال لي شوفه وقول لي حالته ايه يا حلوة ياولاد وست عزيزة رحرة كانت بتجربه معاك طبعا عمل ايه المعلم ابو الرجالة هو اللي قال لي عزيزة نفسها تتفسع في اللانش خدها معاك وبعدين وبعدين ايه حقول للرئيس ما خدهاش دي بيت قدورة عاوز تفهمني ان ما فيش بينك وبنعز حاجة 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 ايها نعمة بس انت حتسرح بي يا قدورة ده المعلم عوز قال لي على كل حاجة طب احلفلك بي ان ما فيش بيني وبين البيت دي ايها حاجة من اللي ممكن تخطر في بالي شباب ما قولك انت ما تجيش الليلة تقبل ابويا ما جيش ما جيش يعنيه نعمة احنا مش متفقين وانا عاطل الولد معد لا ما احناش متفقين روح للرئيس ابو الرجالة وتكلم معه واختب بنته ما هي ما عندهاش منع يا اخوي نعمة ما تخربش كل حاجة حلوة بينا احلفلك بينا ما فيش بيني وبين الست دي ايها حاجة وبعدين انا فين يا نعمة وعزيها فين بقى يعني الرئيس ابو الرجالة هيوافق يتكلم مع صياد عنده من طيفة الصيادين اللي على قد حالهم على موضوع يخص بنته مين يقول الكلام ده بقولك ايه انا مش عايزة حلفانات ولا تعليلات روح روح شوف لك واحدة تانية غيري مع السلامة نعمة يا نعمة مش عايزة تانية ليه كلامي ذا الدور اللي اسمعته هو ده والله اللي حصل الرئيس سدي هو مش جمعة ابن المعلم عويس هو اللي قابلها ولا ايه ايهو وعشان كده انا مش مسدق لانه كان عايز نعمة وهي اللي رفضته طيب قول لي معلم سدي انا صياد في مراكب المعلمة والرجالة اقدر اخليف له اي اوامر لا طيب بالعقل كده ايه فين قدورة الصياد اللي على قد حاله وعزيزة بنت المعلم الكبير نعم سدي نعم سدي عشان خطري عشان خطر الصداء اللي كانت بينك وبين ابويا فهم نعمة ان ده كلام ما حدش يعقل ولا سدق انت عارف نعمة عملت كده ليه لا مش عارف بتغير عليك يا هبلي ده انا عشان خطر نعمة اعمل كل اللي هي وحضرتك عاوزين ويعني انا عارف يا قدورة عارف ومقدر كل حاجة والموضوع ده سيبولية وان شاء الله هيتحالي ربنا ما يحرمني منك يا عمي انت عبيفة يا بنت انت كلام ايه اللي انت بتقول ايه ده خلاص يا ابا الموضوع ده فضنا منه انا كرهت الرجل ده ومانيش عايز اشوفه تاني يا نعمة يا نعمة محدش في الدنيا دي كلها بيحبك ولا يعرف مصلحتك زي ابوكي يعني ايه يا ابا يعني انت ظلمت قدورة انا ايوه انا ولا هو اللي ظلمني يا بنتي انت ما انتش فاكرة المعلم ابرروس اللي كنت انا بشتغل مراكبي عنده كان بيديني السمك ويقولي شوي ووصلوا لغاية البيت مين يقدر يقول للمعلم بتاعه لا هو المعلم ده مش هو اللي بيقى ببضني وكفقني دلوقتي اندورة هو الصياد الاولاني عند الرئيسة وبالرجالة وقدم بنتي مستقبل كبير اوي واسمعي نصيحتي يا نعمة ولا تخربيش على نفسك يا بنتي اوه يا بابا وظن انت اللي قلتيلي بلاش ابن عويس وبلاش ابن المعلم تنطاوي مع انهم اغنية قلتي الكلام ده لي يا بنتي مش عشان انت بتحبيه وهو رغر بيحبك ولا كلامي ده غلط هي صاف يا لبن والله روح اقول له نعمة مش عايزاك شوف لك احلى ثانية غيرها معاربش بقى يا بابا مبروك يا قدورة مبروك يا نعمة ربنا يا سعيدكم ويفرحنا بيكم وبأولادكم ألف شكرا يا ريسة بالرجال عايز أقولك كمان يا قدورة أنا عرفت من المعلم صديق إنكم لسه لغاية دلوقتي ملاقيتو الشاقة ربنا يا ساهل ريس لا أنا بقى في عمرتي شاقة ما هيش وحشة قدام البحر بس يعني عالسطح بقول إيه ما تقعدوا فيها شوية لغاية ما ربنا يعدلها ولا إيه ست نعمات ربنا يخليك لنا يا ريسة بالرجال عقبال عزيزة وجلال قريب قريب إن شاء الله ما هم كمان حيتأهلوا ما هو جلال وصل بالسلامة من أسبوع وإحنا بقى بنرتب لجوازهم رخرين حيبقوا جران إن شاء الله مبروك يا نان مبروك يا أفضورة ربنا سمعنا عنكم كل خير بتشكريني عزيزة هان مع قبل فرح ها قلت إيه يا أساس جلال زي ما تقول حضرتك يا عمي أنا تحت أمر شاءتكم جاهزة وأنا كمان جاهز وجدت كل اللي عندي شاءتي وهتوصل أسبوع ده إن شاء الله أهو بقى كده خلينا نفرح بيكنتو كمان خلاص يا عمي يبقى الفرح الخميس الجاي بإذن الله بإذن الله وربنا يتمم بخير مبروك يا عزيزة يا بنتي مبروك يا جلال ربنا يجعل كل أيامكم سعادة وفرح مبروك يا عريس ربنا يا ساعتكم ويهانيكم يا رب مبروك يا رب مهاردة ربنا رزقنا بشوي مياس وبوري إنما إيه الريس كراح يطير من الفرح ويطرة اتبسط بس يعني اتبسط بس يا نعمة يعني ما تفقش الصيادين اللي تابوا جابوا له الهالومة دي كلها لا زاي ده بعد ما رجع الصيادين المعلم وعد كل واحد بعشرة جيني زيادة عشرة جيني بس 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 يعنيها نعمة يعني هو اللي بيقش كله في الآخر يقش كله زاي مش فاهم برضا نعمة الفلوس اللي بيتباع بيها السمك دي كلها بتروح لمين له طبعا طيب وإحنا منقدرش يكون لنا زيه ليه برضا نعمة مش فاهم حاجة يعني إحنا لو كان لنا لانش صغير مش كان اللي راح يجيبه اللانش ده حيكون لنا بس ونجيب لانش منين أنا أقول تقولي إيه معقول إحنا على كده عايزين أكتر من عشرين ألف جني طب منين أنا قدر أخد شوية سمك من عند أي معلم وابيعهم لحسابه واخد اللي فيه الاسم بتشتغل يعني يا نعمة ده انت حامل والحمل ما مش ور ما ياخدش مني ساعتين في اليوم واقبضلي فيهم عشر اتنشر جني نعمة أنا بشتغل لآخر نفس فيها عشان متتغنيش ولا تتعابي ولا أنا بجيبه شوية يا نعمة يا قدر أفهم زيادة الخير خير إيه إنت ما أنت شايف جلال وعزيزة عربية وتلاجة وتليفزيون وفيديو ما نبقى زيهم ليه يا نعمة عزيزة بوها بيساعدها وده راجل مقتدر وربنا عطيه إحنا بقى مين بيساعدنا ده غير اللي رجع بيه جلال من بلاب بره إحنا يا أخي نساعد نفسينا برضو مش فاهم اسمع إيه أنا عندي شوية صيغة وإنت برضك محوش مبلغ عشان لو ربنا عوض علينا بعيل ولا تنيه نحط دول على دول وهو المعلم تنطوي عنده لنش صغير نشتريه وندفع له التمن بالتأسيد وهو السمك اللي انت تجيبه نسدد به القسم هاي قلت إيه يا قدرتي قلت لا إله إلا الله نعمة تري الكلام اللي انت بتقوليه ده هيخلينا مديونين طول العمر وما حنقدرش نسدد باقي الأسار طيب ممكن بقى تسيبنا تصرف أنا طبعا هقولك على كل خطوة خطيئ هاي موافق 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 كتر خيرك يا عزيزة هاني إن أمر الله والبناء دم مالوش يد فيك إذا كنت عايزة حاجة أنا وجلال تحت أمرك كتر خيركم يا أختي ربنا سفرها والحمد لله أمر حمسة بلي شوية حاجات كده ها ممكن نبيحها يا أطورة هجيب لنا قرشين كويسي هنبيحها ليه بس يا نعمة هنكمل المبلغ اللي هندفعه للرئيس سنطاوي أخو ابني الكمال اللي لسه ماكملش سنتين هنوديه فيين ومين قالك إن أنا حسيب كمال كمال هيكون في عنايا لاتنين ولا يمكن حسيبه ديئة واحدة أنا يا أطورة مرتبة أمور كويس طيب والمحل التاني راح تعملي فيه إيه وراخر يا سيد لما ييجي ويجي وقت ويبقى ربنا يحلها الله منعارف حرسي وياكي على بر ولا لا كويسي المدرسة يا جلال مش كده أهي برضو قريبة من البيت يا سيدي العربية بتسهل كل حاجة الولد والبنت بقى أنت للصبح توصلهم المدرسة بنفسك ملاش أوتوبيس المدرسة ده لا 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 أوتوبيس إيه قديني بخدهم معايا أوصلهم وروح المدرسة وبعد كده الموعيد وريبة بقولك إيه آه شفتي لانشاء الدورة جدع شاطر وقدري كافح لغاية ما وصل لا دي نعمد نعمد دي أنا عارفها كويس ما تقدرش طعد سكتة أبدا هو الرئيس تنطوي ما قالكش ولا إيه قال لي إيه أنه عندهم لسه خمس قصات كل قصة خمسمائة جيني في الشهر هو قدورة لما ينزل البحر يا عزيزة بيجيب شوية ده أحسن صياد في المنطقة كلها ده بتاع ألفين تلات تلاف جيني سمك ممكن يجيبهم كل شهر تيعني مش عارفها ده الجدع نفسه بيقول إنه بيقعد في البحر أسبوع واتنين وعنده تلاجة يعني بتاع خمس تلاف جيني شهري يبقى قصة الرئيس تنطوي رح يأثر عليه في إيه ربنا نسهله الحقيقة وتشاطر وشاه وبابا زعلان قوي عشان ساب إنما البيت بقى رخرى مكفحة وعايزة تعيش أنا عارفها كويس اشتركوا في القناة قلت إيه يا الدول مش نشوف لنا شقة يا خويا ولا حنفضل في شقة على صفحة طلط العمر ومهيش بتاعيتنا كمال ربنا سهلة نعمة بلاش نستعجل الأمور ربنا خلقها في ستة يام خطوة خطوة نوصل اللي قولي قبل إه إنت عرفت كمال وفاتحي ولدك عاملين إيه في المدرسة لا معرفتش وأنا فاضي أنا ليل نهار في البحر زي ما أنت عارفة الالتزامات اللي علينا لازم نعمل حسابها الشقة اللي انت شتريتيها النابوليا كل دا لسه مدفعناش ثمن لقصات كبيرة نعمة أنت ما أنتش عارف أنا عايز أقول إيه هتقولي إيه تاني هو فيه حاجة تانية لسه متعملتش يا نعمة بالراحة بالراحة علي نظر المدرسة بعتلي إيش معنى لولاد مش نفعين إيه مش نفعين إزاي آه على طول هربانين وعلى البحر بيأجروا فلاك ومراكب يصطدوا بها سمك ويعوموا طب ما قلت ليش ليه يعني هتعمل لهم إيه حربيهم أعرفهم للمدرسة دي هتوصلهم لإيه وهتوصلهم ليه المدرسة اسم الله هتخليهم أفندية محترمين واحد منهم محامي والتاني دكتور مش بعيد على ربنا ربنا يكرمنا فيهم واللي عاوزهم يعيشهم الشرحططين زي إيهنا بين السماء والبعر وحميه ودكتور إيه يقدور هم اللي عاوزاني قاعدهم جنبنا نعمة أنا بقول مدام ما هماش نفعين وعلى طول في البحر يصادوا خدهم معك خدهم معايا خدهم معايا فيه وياك في اللانش أخد عيلين سبعة تسع سنين معايا في اللانش جوه البحر نعمة البحر غدار ده حتى حرام عليك يا راجل يا راجل انت لسه بتقول علينا التزامات التزامات ما لها أول ولا آخر لما تاخد الولدين معاك ومعاكم التلاجة هترجع بسمك يامة قد اللي بترجع به مرتين ها؟ يا نعمة اللي بتقوليه ده لا يرضي عائل ولا أم ولا أب لهم أولاد انت جنينت يا نعمة ليه؟ مدام ما هماش نفعين إلا بعضا كنت عايزهم يدوروا في الشوارع للونهار أيوة يدوروا زي ما هم عايزين بدل معرضهم للمخاطر للعذاب للزل اللي بشوفوا جوه في المياه تي مستهوينة بالبحر يا نعمة البحر ملوش كبير عايز درعات حديد والب صلب ودول عيال لسه عباهم طرش من فضلك يا نعمة أنا عمري ما قلتلك لا على حاجة أبدا إلا الحاجة دي وانت بقيش بقى تكلميني فيها تاني وانا ربينا يقويني موسيقى 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 شفت يا جنان شقة قدورة ونعمت مش معقولة الدكورات والنجف ونظام القوة شقة جنن ربنا يفتح عليهم كمان وكمان يا رب أبوك يا عزيزة خسر الجدع ده اسكت مزورت نعمت من كم يوم لكن الحقيقة زهلت تصور مراف صياد البرفانات اللي عندها مين باريس يا طرى اللي بيجيب لهم الحاجات دي فلوس الصيد ده كل واحد من أصحاب اللنشات يا عزيزة قدورة موصية وبتدلوا ورقة مكتوب عليها أسامي بضايع ما هيش موجودة في مصر ما تستبعيتش أصلي نعمة دي تعمل أي حاجة بسبيل الثلوس بقولك إيه ينبيها يا عزيزة مبلغ تجيب لك من باريس شوية اكسسورات أغم ينفعوا ليه لا طب والله لنا أيلانها عامل ليه يا قدور أنا شفكت كان يوم دول مخسعة شوية ولا إيه اه طعبان تعبان أهو الله نعمت مع عشان كده عايزك تسمع كلام كلام ايه تاني اللي اسمعهم العيال تمال وفاتحي ما بأشوفهمش من الصبحية لغاية تلمسها وهم في الشارع وانت ما انتش عايزي طوعنا هطوعك اعمل ايه يعني اكتر من اللي بعمله تنفذ اللي أنا عايزا اكتر من كده اللي نشو اشترينا الشقة وبقى لنا شقة خلاص بقى عليها كم قصد النابوليا والديكورات كل شيء جاهز وعايشين والحمد لله مبسوطين ايه تاني بقى ايه معه لو ما كانش كل اللي قلته تعمل ما كناش وصلنا للا وصلنا له دلوقتي طه ايه المطلوب تاني يا حبيب البحر يحب السيادة نزود دخلينا كمان وكمان ايه ازاي يعني الولدين بدل من سيبهم تايهين في الشارع تاخدهم ويكفي اللانش نعمت نعمت انا بطول في البحر بالاسبوع والاثنين اخد معايا طفلين يستحملوا ده كله ازاي بس نعمت نعمت هوديني هوديني بلاش يا سيدي نجرب ونشوف ما فيهاش حاج لا حول ولا قوة إلا بالله يا قدورة خليك معايا على الخط وانت على طول تكسب وتبقى سيدي الناس كلها حتنزيبوا الرجالة واحسن كمان شفت يا عزيزة خير يا جنان الصيادين ملح شافوا قدورة نازل من اللانش بتاعه ومعاك أمل وفتحي ولاده بعد ما قعد في البحر خامس سيام على بعضها يا هي حصلت يا نعمة مين كان يسبق اني نعمة تضحب ولادها عشان الفلوس يقولوا بينزل دلوقتي من كل رحلة سمك بأكتر من ألف جنيه ويبيعهم بألفين يمكن يكون خرج من المياه الإقليمية للمياه الدولية عشان كده الكميات مهولة يمكن بس ده مش قانوني لكن مدام نعمة وراه ما فيش حاجة بتقف قدامها أبدا عدوا عدوا لاتنين خلاص وبكرة تسمع عن قدورة ونعمة اللي ما سمعتهوش يعني ايه حي كلهم مصطولا شفت وزي والدك تمام وبكرة تشوفي ليه لا مدام وصلوا لللي وصلوله دلوقتي وعرفوا يضحوا بولدهم ممكن قوي أي حاجة والدك عارف الحاجات دي كلها والدي والدي دلوقتي اتفق مع قدورة اتفق مع قدورة؟ على أي طرح؟ إنه يشتري منه السمك إذا وفقوا على الأسعار بتاعته طبعا قدورة ما يهموش قدورة دلوقتي هو اللي بيعرض التمن واللي مش عايز يشتريه غيره يشتري بضعته مطلوبة يا سيدي في السوق من كم يوم ونواخد الولاد شفته هو نازل على الشط هو ولاده واللنش طبعا شايل أطنام من السمك بقولك ايه؟ ايه؟ ما جيش يا عزيزة نشوفينا لانش إحنا رخرين ونعمل زي أفضورة ونعمة يا ريت يا ريت الريح هادية يا عبد والبحر مرتاح وأمقه هادية يا ريت يفضل على خبه على طولة كمان ليه؟ هي النوة ما عادها ولا إيه؟ الله أعلم ما قلم عبد الله وقدامنا قدي علشان نرجع يا عبد ليه؟ تعبت أبو كماني؟ نحن نسلع مهلا وفاتح مع رئيس المعليمين كلهم والله يا ابني ربنا يصبر يصبر على الأي يا ابا؟ يا ابني انت واخد جوا البحر بين الخطرات والموج تا مسكينة زمنها على بيوادي ويجيب متهيال يا ابا؟ بعد كده يعني من الكام شهر اللي عادناه في البحر حتتطمن وتعرف اني أولاد المعلم قددورة بقوا خلاص وحوش في البحر ما يخافوش أي حاجة يا ابني يا ربنا يخليك ويطرح البركة فيك ويغنمنا السلامة اشتركوا في القناة شوفتي يا أدورة ايه؟ السوق كله ما بيستمعش فيه غير اسمه أدور الحمد لله مرتك أفكارها ما تنزلش الأرض بقولك يا نعمت مش كفاك كم نوبة اللي نزلوها الولاد معايا قبل كده ليه يا أدور احنا مشينا على القاوي ليخويا لازمته القر إيه؟ ده الدنيا زهزهت لنا وبقينا فوق فوق قاوي مش عارفة نعمت أدور ده ليه قلبي مش جايبني هو ايه القلبي مش جايبني وجايبني جرهي معلم أدور خايف والله نعمت خايف ليه مش عارف خايف يعني عشان الشيطة وصل دلوقتي وقت النواد الكبيرة قوي يا أخي ده انت معك اتنين يشيلك وقت العوزة صلى عن نبي ايه؟ هو ده رأيك مش رأي يا أخوي العب رب اللي وصلنا له وديك بعينك شايف كل حاك طعم الأمر اللي أقولي ربنا يسطرها معانا يا رب يا رب يا أخوي شكرا للمشاهدين وصلنا له رب يا أخوي مجرمي Thuck احنا فتح اقط الماك انا! اتشبوني تابة اخصها ولا! كننسيبك ازاي بس يا ابا! احنا لايمكن نسيبك لوحدك في النوة دي! ادحنا برضو رجالتك يا ابا! اسمع الكلام انت اخور! خش اقط الماك انا بقول! يا بلا اسم حد يكون جامعة! اكمال! اكمال انا عالوة يا ابا! انا عال بساعة تصارف في الوقت اللي ازاي ده! روح اسمع كلامك! خش اقط الماك انا باش! مش ممكن يا ابا! احنا معاك! مش ممكن نسيبك مع ما حصل! احنا معاك! شفت يا جلال! الشبط مليان عالم قد ايه؟ اه شفت وانا ماشي بالعربية الصبح بالاولاد! نعمة قعدة لوحدهم السنية ولادها لما يرجعوا! وحواليها اولاد كتير من الشارع! مهن نوة جديدة اوي! ربنا يستر عليهم! والله أنا خايفة قوي خايفة عليهم قوي يا جلال هو محدش يتلام غيرها دول برضو دناها وما كانش لازم تفرط فيهم بالشكل ده حتى لو هو كمان وافق على انهم ينزلوا اياها البحر كانت هي ترفق هي الدنيا برد يا جلال ومسكينها قعدة بقالها كتير عراملة محدش عافل يمكن يوصلوا بين الساعة والتانية عزيزة اهي النوة بتقل وبتضعف شوية بشوية ربنا يسمع منك يا جلال قل زي أولادنا باردو ايه في ايه قول قولي من هنا اواحي ارتاح يا نعم ارتاح ارتاح بها دياس التنزيزة كل شيء راح خلاص بس لبنتي من البارح الصبح وانتي قاعدة في الهوى ده وعلى الرمل بالشكل ده زمانك نشفت يا بنتي ان شاء الله موت حدولا ما كانش موافق وانا اللي ضغطت عليه ورامي الدنايا في المحر بقيدة يا دول ما تقوليش كده نعمت ان شاء الله حيرجعوا بالسلامة يرجعوا لي يرجعوا لي يرجعوا لي امت تجيغتين فاهميني نوم هيبقى الساعة عشر الصبح ودينا تاني يوم هون الساعة عشر ولا فيش اي امل يزهروا راحوا التلتة راحوا ربنا يا عوض عليك يا نعمت ربنا يا عوض عليك يا نعمت انت اللي تسنعلي كل ده ربنا ما هوش هيسمحي كامتا اه ما ده اه ما ده اه ما قولك انت جتتك بتترعش من البرد والتعق ايوه يدوروا زي ما هم عاوزين بدل معرضهم للمخاطر للعزاب للزل اللي بشوفوا جوا في الماء يا نعم يا نعم طب قومي معي خشي بس لحد لحد ما نسأل يمكن بتوع خفر الصراحي يدولونا او يدولونا خبر عنهم تي مستهوينة بالبحر يا نعمت البحر ده مالوش كبير عايز درعات حديث وقال بصول مش يمكن تلاهوا في النياه الدولية بس ضروري حتلاقوا حيتلاقوا حيرجعوا بإذن الله قل لسه صغير عدموهم طري نعمت من فضلك انا عمري ما قلتلك لا على ايوه حاجة انا مديش تباش تكلميني فيها تاني وانا ربنا يقوي مش قادرة يا أختي مش قادرة أفعل رجلي خلاص يا رب يا رب جلال جلال تعالى اسمت معايا نعمة تعبانا قوي يلا نوصلها للعربية تقعد معنا كم يوم لغاية بس ما نسأل ونعرف ايه اخبار الضورة والولادة من الحكومة فقوم يا جلال نعمة على فين يا رئيس الدورة؟ احنا مش نرجع ولا ايه؟ دور الدخبة شمالة كمال الشمال ازاي؟ دي سكت نايميل انت اللي بتعلمنا يا رئيس الدورة دور شمال بقولك يا كمال اسمع الكلام علىك حاضر هو مش كيفية اللي شفناه في البحر الدور ده ربنا مش هو اللي رقم فينا وقدرنا نعدي النوة نرجع بقى زمان الولد قلقت علينا اوه بعدين بقى خلاص خلاص يميل ولا شمال يا رئيس الدورة اسمع الكلام قلت شمال شمال جلال بيتها يقلي نودي نعمة المستشوى حالتها بقت وحش قوي عندك حق يا عزيزة الواحد ما هواش عارف يعملها ايه كل اللي في لدينا عملناها وهي برضو لسه زي اللي في غايبوبة لازم دكتور يشوفها حالا ما هي ما شفتش شوية جلال ربنا يلطف ليها ويكون فعولها بعد وفاة المرحوم والدها الرئيس صديق بقى ملهاش حد بعده غير خالها اللي في العجم احنا الاول نوديها المستشفى وبعدين اللي يعملوا ربنا هو اللي يكون مين الدورة يا الف مرحب يا الف مرحب يا طرفيه ايه يا رئيس الدورة ايه اللي فكرك بينا ووصلك لغاية العجم اه يلا رئيس كوتا ايه يا طرفيه وصلت لك النوى الاخرانية كنت بواه دي مراكب كتير من عندنا لسه ما رجعتش خرجت من كم يوم ودي احنا لسه مستنين لما نشوف هيعملوا ايه لكن ليه معاك كمال وفتح عايز اعرف انتو جايين في الزيارة ولا ايه بقولك كنا جوا البحر تقولي زيارة برضو وكانوا الاولاد معاك مش معاول وكانوا معاي ونعمت ازاي خليدك تخدهم نعمت ايه مالها بنت اختي عيانة ولا جرالها حاجة عبدا ما جراش كويس الحمد لله طيب اه ما جبتهاش معاك ليه اجيبها 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 الزيارة ازجودها انا لسه اوصل من البغاز بقولك الله 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 بس ده حاجة غريبة برضو هو ايه اللي جرى يا رئيس قدورة الله رئيس اللي جرى لا ينحكى ولا ينقرى شيء ما تستدهوش انت قدورة غشتني قامش في ايه مش تقولي اقول لك دلوقتي على كل حاجة يا كمال يا فتحي يا عيو في عندي اولاد جدي على ادوك خدة هخلي البيت الثانية تتبحولكو دلوقتي حالا تزمك وتعبنين وانت يا تدورة تعال معايا انا عايزك تعال اقولت الصفرة معايا عشان نقعد لوحدنا بدي اعرف ازاي ده كله حصل وازاي نعمة وفقت ان الاولاد يروحوا معاك في البحر وفي النواة المرعبة دي احكا غريبة وعدورة ايه اللي خلى نعمة بنت اخت تعمل كل ده وفي مين في اولادها والله رأس جود انا عملت وياها المستحيل مامكانش ما انت كان ربنا فتع عليك وبيت رجل لك شهرتك ومكانتك في السوق ليه يحصل كل ده عشان ايه كل دي بقى كتقف كرة انت كان لازم توقف عند حدها ادورة ايه اللي بدرجا دي ضدنا عند نعمة رخيص قوي طمع طمع عندها مالوش حدودة معلم والله صحيح البني ادم ما يملاش عنيها الا تراب نصيب كده بقى في الدنيا هغير نصيب انا وحيكون ايه موقفك بعد ذا كل ادورة والله الولاد قطعين فيه اوه مش عارف عملوهم يا معلم هو احنا نقدر نمنحهم عن امهم كمان ده يبقى تصرف مجنونة ادورة الحل تسبها لانا انا حعرف اتصرف محاها انا عرفت يا استوز جلال ان حضرتك اخدت نعمة عندك ايوه كانت تعبانة اوي ومعرفتش اعمل لها اي حاجة هل انا ولا امراتي جبنا لها دكتور طيب بقى والدكتور علي قال عندها صدمة عصبية وحالتها النفسية منهارة ولازم تروح المستشفى وراحت طبعا اصل حضرتك متعرفش كانت حالتها ايه بعد ما نهلناها انا وعزيزة امراتي بعد ما فضلت عشط وهي مستنياهم كانت قاعدة على الرملة والريح بيطوح فيها يمين وشمال يومين بحالهم لغاية مصاقة تتمغم عليها والريس بالرجال عارف الريس بالرجال قال من جنيه لعشر تلاف جنيه خلي المستشفى تشوفها وتعالجها وحول المصاريف عليها لا حول ولا قوتي الا بالله اللي بستغربه انا يا ريس جودة كل ده حصل ليه وهي دي مسألة تخفى عليك برضو يا أستاذ جلال البني ادم معملاش عنيه غير التراب والطمع وعدم الرضب اللي ربنا اسمهوله مالي قلبه ونعمة عندها طموح بس طموح جامح وبين الطمع والطموح شعر واحده بس حضرتك عارف قدوره صياد ناجح بكل المقاييس واصبح له اسمه في السوق وما بقاش حد زيه ولا ينفسه كمان ايوه كل الكلام ده نسمعته انا في العاجم بس هيا فين المستشفى اللي فيها نعمة اتفضل انا اوصل مع حضرتك انا مش عارف اشكرك ازاي استاذ جلال وربنا يكافأك على معروفك انت والستة الهانم عزيزة ما اظنش حضرتك ممكن تشوفها دلوقتي اللي يا دكتور كمان بس يوم والاثنين لغاية ما نقدر نزيل الغيبوب اللي هي فيها هي بقالها عن حالة دي قد يا دكتور ده خامس يوم وهي رائدة بالشكل ده والامل الامل موجود ورحمة ربنا كبير طيب انا بقول يعني لو شافت جزها واولدها حيتغير الحال جايز جدا اول ما تفتع عينيها يرجع لها كل صواب لان ده هو السبب الازمة نفسية اللي هي فيها حاليا وده جايز يحصل وتفوق من الغيبوب اللي هي فيها حملت يا معنا ربنا يسلم نعمة انا رحت لها المستشفى اوه وليسك ايه ما نطقتش بكلمة واحدة ولا تقدر تنتقى كمان ازاي يعني انها من يوم ما رحت تستنىكم على الشرط وهي في غيبوبة كاملة غيبوبة ايه ازاي ده وليه يعني ايه لانها ندمانة على اللي حصل منها طبعا ندمانة ندمانة على ايه لا ما كانتش فاهمة ايه اللي كان ممكن يحصل لطفلين جوال مية موج ونوات وريح عفية محدش يقدر عليها همم هيتقيزوا همم همم هو ايه 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 طوبة طوبة والله هي قدورة مش هخالف لك أمر بعد النهاردة أنا خلاص عرفت غلطتي كويس كويس قوي ربنا وراني ما فيش حاجة ممكن تعود لي عنكم سمحني يا نور سمحوني يا أولادي حفظ على جوزك وعلى أولادك واحمد ربنا يا نعمة خلاص خلاص يا خالي أنا نجمنا على كل حاجة كانت نفسها بقى أحسن واحدة وعيش زي عزيزة وغيرها وفكرتش غير في نفسي حتى أولادي خرقتهم من المدرسة ما تشيلش يا ما نعمة أستاذ جلال ربنا يخليه وقعدني أنه هيكلم حضرة النظر عشان يرجع فتحي وكمان المدرسة تاني وربنا حيخد بيدهم وإن شاء الله يعوضوا اللي فتهم بس أنت في الدحالك الحمد لله أنا خلاص عرفت الطريق مش بس الفلس اللي تجلي بسعادة وتطمن الإمزال هيا دي الساعدة الحقيقية كنتم مع الطريق إلى النجاح صور الشخصيات سدي عبد الغني أحمد ماهر إسلام فارس محمد الدفراوي محمد عناني مديحة حنفي قيس عبد الفتاح وإبراهيم كمال الطريق إلى النجاح تأليف محمود فرج إحرام يوسري علي